وحاليا سعر كيرو الدجاج زي ما شايفين بخمسة وتمانين ليرة تركية. هنا سعر طبق اللحم بمئتين ليرة ربعمائة جرام. ويا صباح الفل من تركيا وكالعادة كل فترة كده بحاول اشارك معاك واخر الاسعار هنا في تركيا فحاليا يلا بينا نروح السوبر ماركت نشوف الاسعار وصلت لغاية فين. وكالعادة في النوع ده من الفيديوهات فيه معلومتين لازم اوضحهم المعلومة او النقطة الاولى هي ان سعر الدولار حاليا هنا في تركيا بيسوي تقريبا تلاتة وثلاثين ليرة تركية. والحد الادنى للاجور في العام الحالي عشرين اربعة وعشرين هو تقريبا سبعتاشر الف ليرة تركية. وخليني في البداية نقلكو اسعار الخبز حاليا هنا في تركيا. ده اللي هو بيقول عليه خبز يعني باللغة تركية. سعر الواحد حاليا عشرة ليرة تركية يعني في اي تركي بشكل يومي لازم باعتمدوا على النوع ده من الخبز. انا في شكل شخصي بحب اشتري النوع ده. ده الواحد بعشرين ليرة. اربعمية جرام. اه طبعا انواع كتير جدا من الخبز او العيش زي ما بنقول عليه في مصر. العيش بتاع السنواتشات دول سبعة. السبعة تمانهم خمسة وتلاتين ليرة. يعني الواحد فقط بخمسة ليرة. من الخبز الخاص دي السنواتشات. اه موجود حاليا هنا في سوبر ماركت بيم. اه تخفيض على سعر الكيلو البطيخ. الكيلو بسبعة خمسة وسبعين. البطيخ حالي جدا هنا في تركيا على فكرة. اه خلينا نقلكو ايضا يعني متوسط اسعار الخضار والفاكهة. الطماطم. الكيلو تقريبا بخمسة وعشرين ليرة. سعر كيلو الطماطم. يعني اقل من دولار واحد. البطاطس سعرها حلو جدا حاليا بعشرة ليرة. الخيار بخمسة وعشرين ايضا. الفلفل اخضر باربعة واربعين ونص. طماطم بخمسة وعشرين. يعني في الوقت الحالي وصبر سعر جيد بالنسبة للخضار والفاكهة. البصل باتناشر ونص. اللي هو السوان باتناشر ونص كيلو البصل. الميزة في بيم بيكون فيه يعني اندرم تخفيض على حاجات كتير. هنا سعر كيلو الدجاج اللي هو الدجاج الكامل يعني بخمسة وسبعين ليرة. بدل خمسة وتمانين. ده اعتبر يعني في الوقت الحالي اعتبر سعر جيد. خلينا نشوف سعر اللحن المقهوم. بمية تسعة وخمسين. ربعمية جرام. يعني الطبق ده بمية تسعة وخمسين ليرة. هكتب لكم ان شاء الله خلال فيديو الاسعار بالبولار. ده مكتوب عشرين في المية. اه دهون. اللحم المفروم عشرين في المية دهون. اربعمية جرام بمية تسعة وخمسين ليرة بعد التخفيض. وهنا الخاص دي المقارمشات والحاجات دي. طبعا هتلاقوا فيه الماركات اللي هي الاجنبية. اه الماركات المقاطعة والحاجات دي كلها موجودة. معروضة يعني بشكل طبيعي في السوبر ماركت في تركيا. خليني اركز معاكم على الماركات الاخرى التركية. مم. مثلا. الحاجات دي سبعة وعشرين ليرة. يعني الحاجات دي اصارها كلها تقريبا اقل من دولار واحد فقط. دي ماركة اسمها باتيتو. باتيتو. سبعة وعشرين ليرة. اعلى من دولار. الماركات الاخرى زي ما تشايفين موجودة سعرها في حدود الدولار الواحد. هنا الصلصة. قلبة الصلصة بواحد بتلاتين ونص يعني اقل من دولار واحد. بحرار كده اكتشف معاكم الاصهار. الكاتشاب والمايونيز وكده هتلاقوا الماركات الاجنبية موجودة. معروفة على ما يعني. وفي ماركات تركية بتكون اسعارها اا اقل. هنشوفوا العلبة دي كلها. ستمية وخمسين جرام. كيبهيرة جدا ما شاء الله. بدولار واحد فقط. دي ماركة اسمها بورجو. ماركة تركية. اه هنا في تركيا بيحبوا جدا النوع ده من الليب. يعني حتى في اي سوبر ماركت هتلاقوا بيتباع. او ساوره مش غالي هنا في اه تركيا. امم. اشوفوا ده سبعمائة وخمسين جرام. بستين اه ستون ليرة قريبا. اقل من اتنين دولار. دايما اه لما بيعملوا او بيروحوا للحضائق العامة وكده. او حتى في بيوتهم. وهما بتفرجوا على التلفزيون. بيأكلوا النوع ده من الليب. خليني استكمل جولتي في سوبر ماركت بيم. هنا الخاص بالعصائر. اه حاجات دي سعرها ممكن اللتر في حدود دولار واحد فقط. دي كلها مركات اه تركيا. ده مكتوب شاكرسيز يعني بدون سكر. باربعة وتلاتين ونص دولار وحاجة وسيطة. ممكن اشتري ده بما انه بدون سكر. لكن زي ما شايفين يعني الاسعار بالنسبة للتر العصائر في حدود دولار واحد. زي ما اعتبر لكم عن مركات الاكنبية معروضة بشكل طبيعي. في ناس مقطعة وفي ناس مش مقطعة. هنا ايضا عصائر في حدود التلاتين ليرة تركية. دايما لما تآ يعني هتلاقوا اسعار المركات اللي هي التركية. مصانع التركية هتلاقوها اقل من المركات العالمية. شوفوا هنا برضو في دي مركة للكولا. اسمها ليكولا. دي مركة تركية. يعني غير كوكاكولا دي مركة اخرى. موجودة من زي ما بصراحة. البسكوت والشوكولاتة والحاجات دي كلها يعني بشوف ان اسعارها في تركية نوعا ما مقبولة. الشوكولاتة دي كنت بشتريها جد كتير جدا زمان. اول ما الاول لما جدت آآ تركية. من اساسيات تركية آآ النوع ده. آآ في كمان تخفيض بخمسة خمسة وسبعين. ده يطبر سعر حالي جدا حاليا. دي كمان ديدو. على الحاجات دي بصراحة آآ دي شركة اولكر. حاجات دي طعمه حالي جدا. بس انا في الوقت الحالي بصراحة بحاول اقلل من الحلويات السكريات. النوع ده ايضا حالي جدا اسمه كرم. شوكولاتة دارك سودا. بخمستاشر آآ ليرة. آآ كيس الملح حاليا بستة ليرة وربعة. انا فاكر اولا ما جدت تركية كانت سعره اقل من آآ ليرة واحدة. شوفوا بستة وربعة حاليا. من اربعة خمس سنين كانت سعره فعلا اقل من من ليرة. ملح يعني اطور حاجة رخيصة. وهنا كيلو السكر. هليني اشوف كيلو السكر بكام? باربعة وتلاتين ونص يعني لولار بحاجة بسيطة. سعر كيلو السكر. وهنا اسعار الكهوة والنسكفيه وكده. في طبعا ماركة موجودة. الارخص منها او اقل ده منها. من حس السعر. الماركة دي معرفش بقى اسمها ولا ايه بالزبط. شوفوا دي مسلا خمسة وتسعين. دي بستين آآ ليرة. تقريبا يعني. آآ موجودة هنا في جيم نوعين للبن او القهوة التركي. طبعا النوع الاشهر على مستوى تركيا هو محمد افندي. الميت جرام دي خمسة واربعين ونص. قهوة محمد افندي. في نوع تاني اسمه عبدالله افندي. بتسعة وعشرين ونص. عبدالله افندي ده من آآ مكان اسطنبول. فده للي حبب يوفر شوية. لكن طعم محمد افندي افضل بصراحة. خلينا مع محمد اه افندي. وهي دلوقتي بعد بيم خليني اخد معكم جولة في سوبر ماركت تاني مشهور ايضا داخل تركيا اسمه ايوزبير. وهنا سوبر ماركت اخر اسمه ايوزبير باللغة تركية او اي مية واحد. ده منتشر جدا زيه زي بيم زي ماركة كمان تانية اسمها شوك. موجودين في اي منطقة سكنية في تركيا. لو تفكروا بيم كان في آآ تخفيض على سعر كيلو البطيخ. تقريبا نفس السعر هنا ايضا في آآ ايوزبير بسبعة ونصف ليرة. انصحكم انتم في تركيا برابوا البطيخ حلوة جدا. معوجود كمان ده معرفش اسمه ايه بقى بالشمام ده او ايه. بالتركي كافون او كاون باتناشر خمسة وسبعين. آآ غالبا الاسعار في ايوزبير وبيم وشوك التلاتة دول بتكون الاسعار متشابهة. هنا ايضا كيلو البطاطس في حدود عشرة ليرة. فالاسعار بتكون متقربة جدا. آآ خلينا ايضا انقلكوا سعر البيض. الخمستاشر بيض باثنين وخمسين ونص. خمستاشر بيضة. ده من الحجم الكبير. التلاتين بيضة. الحجم الميديوم الوسط بسبعين او تسعة وستين ليرة. بعد التخفيض. البيض حاسس ان سعره في الايام الحالية في فصل الصيف سعره مناسب جدا. وهنا الخاص دي الماكارونا. ماكارونا ايضا اعتقد سعرها مناسب جدا في تركيا. ده نوع مسلا بعشرة ليرة خمسة وسبعين. ده نوع بخمستاشر خمسة وسبعين. في انواع بعشرين. على حسن بقى الجودة والماركة وكيف. دي ماكارونا اسمها انقرة. دي عشرين ليرة. ففيه بعشرين فيه بعصرة. كل شخص بيختار المناسب ليه. وهنا الخاص به الجبن انواع الجبنة كتير جدا فيه تركيا. يمكن الجبنة الاشهر هنا اللي بيستخدموها فيه عمل التاست. الكيلو حاليا بتقريبا متين واربعين ليرة. السعر امام حاليا. ده بالنسبة ليه اه الجبنة اللي هي بيستخدموها فيه عمل التاست. اسمها الكشار. ام 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 كتير جدا يعني بحاول اقول لكم كده المتوسط لكن في حدود متين وخمسين تلتمية ليرة. دي سعر الكيلو. اه جبنا البيضة الجبنة الكريمي وكده. ده مسلا نص كيلو. جبنا كريمي. النص كيلو بآ سبعة وستين. يعني الكيلو في محدود مية اربعة وثلاثين. وهي خمسة وثلاثين ليرة. اللي جبنا اللي هاي مسلسات هنا. بيكان بتسعة وعشرين ونص. طبعا الاسهار بتختلف على حسب المركة دي كلها مركات آآ تركيا. دي تسعة وعشرين ونص. آآ شوفوا معي هنا من الحاجات المنتصرة جدا في السوبر ماركت في آآ تركيا. الدونر الشاورمة الجاهزة. بتسخانها اربعة دقايق. بتكون جاهزة على الاكل. انا بصراحة انا احيانا كتير لما بكون كده محتاج حاجة سريع اكلها. بشتري الشاورمة دي. وهنا هتكون نهاية جولة النهاردة من داخل السوبر ماركت حاولت اشارك معاك واخر الاسعار في تركيا حاليا ياريت تكتبوه في التعليقات تقييمكو الاسعار.